اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في اي شر تريد ان يدفعه الله عز وجل عنك في امر الدنيا او الاخرة يبقى التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله في استجلاب المصالح ودفع المدار في امور الدنيا والاخرة طيب توكلت على الله اخذ بالازباب بقى فلاخذ بالازباب لا يقضح في التوكل بل من كمال التوكل ان تاخذ بالازباب وسيد المتوكلين ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا أن نأخذ بالأسباب بل كان هو أول من يأخذ بالأسباب النبي صلى الله عليه وسلم أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات السابعة في ليلة الهجرة في ساعة الهجرة هجرة هجرة النبع السام من مكة إلى المدينة كان من الممكن أن يسأل الله عز وجل أن يسر له دبة تحمله من مكة إلى المدينة في أقل من دقيقة ومع ذلك علمنا أن نأخذ بالأسباب صلى الله عليه وآله وسلم وكان النبي ظاهر بين درعين في غزة وحد وكان يدخل الطعام لأهله كل هذا من باب الأخذ بالأسباب وإذن أتوكر على الله أخذ بالأسباب ثم إذا حدث أمر خلاف ما أتوقع الأمر الثاني الذي ويجلب لك السعادة بفضل الله في الدنيا والآخرة الرضا بقضاء الله مدام أن الأمر دا حصل بهو دا عين الخير مدام الله عز وجل أراضي بهو دا الخير أيها بس أنا ما كنتش عايز كده لأ أنت مش مهم تكون عايز إيه المهم الله عز وجل أراضي هذا الأمر فاعلم أن هذا الأمر هو عين الخير والله عز وجل أرحم بنا من رحمة الأمة بتفلها الرضيع بفضل الله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يسعدنا وإياكم في الدنيا والآخرة وأن يجمعنا مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك أو إعجاب ودوس على كلمة الاشتراك أو سبسكرايب عشان تشترك معنا في القناة وادعمنا وكمان ما تنساش تفعل علامة الجرس علشان كل ما نعمل فيديو جديد يوصلك تنوي وطبعا هتعمل شير لأصحابك عشان يسعدك